ونرجع مرة تانية مشاهدي نهارك سعيد لفقرة جميلة جدا هتساعدنا كتير جدا احنا نستقر نفسيا لان احنا محتاجين استقرار نفسي دايما في رمضان بنكون بشخصية بعد رمضان بنكون بشخصية تانية مختلفة خالص عكسها تماما في رمضان بنزكي وبنصوم وبنتسامح مع بعض وفضيلة الشكر بتبقى عندنا ما بندخنش بنبعد عن المحرمات بنكون اكتر هدوءا واكتر تسامحا عكس دايما بيحصل بعد رمضان بنستقبل العيد بازاي هننبسط ازاي هنشتري الحاجات المحرمات هنشرب مخدرات هنجيب خمور هنصهر هنسافر هنعمل كله ده بيتغير بنبدأ نتعصب بنبدأ نبقى وحشي مع بعض في الشارع بنبدأ بنبقاش فيه تسامح ما فيش تصالح فيه حاجات كدير جدا بتحصل لنا انا مش عارف المفروض ان الانسان ان هو لما بيجرب كويس بيفضل عليه ومفروض ان شهر رمضان ده تمرين يعني احنا بنتمرن فيه اللي ما كانش بيصلي وبيصلي في رمضان مفروض انه يخرج منه ويفضل بيصلي اللي كان عصبي وفي رمضان بدأ يهدى نفسيا ويحصل له استقرار نفسي مفروض ان هو بيكمل كده ايش قلبة اللي بتحصل دي ازاي نقدر نحافظ على هدوءنا واستقرارنا الداخلي وتسامح الانساني اللي عندنا ده كل ده هنعرفه النهاردة فقرتنا الدينية او فقرتنا الروحانية مع ميني اشه الدكتور ريدا طعيمة المفكر والمحاضر الدولي وعضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين صباحا خير يا فاند بكل سنة حضرت طيب الله يسهل معك صباح الله يبارك فيك وحفظك احنا عندنا شي سفريني عموما يعني شخصياتنا ليه بتحصل لها رجوعا الى الله في رمضان وفجأة بنتقلب زي ما قالت 180 درجة للرجوع ليه الخلف هو يعني بسم الله الرحمن الرحيم نستطيع ان احنا نقول ان الانسان فيه جزء كبير جدا من النسيان وده اكبر نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ان هو بينسى لان الانسان لو تذكر كل شيء بالتأكيد هينفجر انما من رحمات ربنا سبحانه وتعالى ان في بعض الاوقات بتتساقط عنه بعض الاشياء اللي هي خاصة بعوالم التذكرة فلما هو بيجي في رمضان بيستعد كانسان بيستعد بهم عالية وقوة وعزيمة على ان هو يقوم بالتغيير من ذاته من السلبية الى الايجابية من الظلام الى النور من الفسق الى التقوى من كذا الى كذا وبيبدأ فعلا لانه صادق مع نفسه يرقى في مراحل تؤهله الى السعادة النفسية والهدوء الوجداني والسمو الروحي فبيبدأ هو يشعر ان هو حاجة جميلة حتى لما يشوف نفسه في المراحل يبقى فرحان قوي ويبقى سعيد قوي عكس لما هو بيكون على غير كده بيكون هو شيء مش يعني هو ما بيقدرش يحب نفسه كتير فلما بيرجع الى الله تبارك وتعالى بيكون قيمة جميلة جدا جدا في الحياة ويبقى عنده حاجة اسمها التسامح المتكامل التسامح المتكامل والتسامح المنطقي والتسامح الروحاني خلاص هو قرر ان هو يكون متسامح في افكاره قرر ان هو يكون متسامح في اهدافه متسامح في بعض الاشياء اللي هي خاصة به وقرر ان هو يكون قيمة جميلة بين نفسه وبين الله وبين المجتمع الذي يعيش فيه بعد كده المرحلة اللي بتكون اللي احنا بنعيشها دلوقتي فيها مرحلة زي ما بقولوا علماء الفلسفة هي مرحلة المعقول واللا معقول المرحلة المعقول واللا معقول في العلم الإنساني احنا عايشينها في مصر دلوقتي بشيء ليجب أن يكون هناك تدبر الوقوف أمام المعقول واللا معقول لأن احنا عندنا فوضى باسم اللا معقول عملينها معقول ايه هي الفوضى احنا عندنا لما بدأنا شبابنا قاموا بالصورة وشيء جميل جدا جدا الاساس ان الصورة ليست مغالبة انما مشاركة فانا دلوقتي لما اعمل صورة اعمل صورة في البداء انا بعمل صورة على نفسي من الكسب والغش والخداع بعمل صورة على كل ما في من سلبيات ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسي هي ده الصورة اللي انا عملتها على نفسي في رمضان وقررت ان انا بعد كده استمر ان شاء الله فأولادنا لما بعملوا صورة المغالبة وانتصروا ويعني نجحوا شيء جميل جدا بعد كده كان فيه مفيش بقى صورة المشاركة ان احنا نبدأ نشارك بعض انت فكرك لازم انا اسمعه وانت تسمعني ويبقى فيه مشاركة في حياتنا لان في الاساس انا وانت كمسلم كمسيحي كيهودي كزرديجة كونفوتشيوس جنتية مهافيرة انا وانت اي حد انا انسان وانت انسان وربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد اكرمنا بني ادم ويقول ولقد خلقنا الانسانة في احسن تقويم فانا وانت مشتركين في احسن تقويم وانا وانت مشتركين في قيم جمالية ربنا تبارك وتعالى حبانه بيئة طب إحنا مختلفين إحنا مختلفين ليه حاضر إحنا مختلفين ليه إذا كانت القيم الجمالية اللي إحنا ربنا أسسنا عليها حاجة حلوة قوي طب أنا وإنت مختلفين ليه فندخل في اللام عقول بعد إذن حضرتك في واقعنا اللي إحنا عايشين الدولة اللام عقول مثلا حضرتك كان زمان لما نشوف حد يعني تلفز بلفظ نابي لفظ مش كويس نحسني ده شيء لام عقول يعني شيء مش كويس وبدأ ده الحقيقة نسمح له نديله مساحات في الإعلام ونديله مساحات في الصحف ونديله مساحات في التاكسي ونديله مساحات في الشارع فأصبح اللام عقول هو الأساس في حياتنا لدرجة أن أنا وحضرتك بقينا جزء في اللام عقول وخلاص استسلمنا لللام عقول فتلاقي عدم حقا تفتح التلفزيون تلاقي سب ولعن تتفرج على الناس تتفرج على برنامج حواري سب ولعن تمشي في شارع سبه لعنة تقرأ جريدة سبه لعنة فيه ايه أنا أصبحت في اللامعقول جزء من اللامعقول إذن لازم يكون فيه وقفة جميلة جدا جدا ونعود إلى المعقول لأن ده مجتمعنا ومحدش يبنيه غيرنا ومحدش ينضفه غيرنا زي ما أنا بكره التلاوس من عوادم الثيارات أكره التلاوس من عوادم الكلمات الكلمات اللي بتقزي مخي زي ما أنا برفض أن أنا أأكل من الزبالة أرفض كمان أن أنا أخذ أفكار من الزبالة وكلمات من الزبالة وأنا أقرر من النهاردة أنا ما حطش فلان يقولك أنا أحط في مخي أنا مش أحط حد في مخي أنا أحط نفسي في مخي أفكر إزاي أنجح أحط نفسي في مخي أفكر إزاي أنت حضرتك كموزيق إزاي تبقى أعظم موزيق في العالم أخونا المصور أعظم مصور أختنا المخرج كذا 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 إزاي إحنا نجبر إزاي نتقدم فهو ده المطلوب النهاردة إن إحنا ندخل في البداية صلحي مع الله مع نفسي مع ذاتي مع مجتمعي وادخل في المعقول خلاص بقى أركن اللامعقول ده أرفضه تماما لأن أنا إنسان وما يتفرضش عليها أفكار تيجى هذي الأفكار عايزة تعيشني في اللامعقول على أنه معقول أصلا حرية باسم الحرية نعيش بقى في اللامعقول لا بالعكس ده الحرية الحرية الحقيقية يعني أنا ليه أصدقاء في أمريكا وأوروبا وإلى آخرية وشفنا الحرية المعقولة اللي هي الحرية الحقيقية هي أن أنت لا تتعدى على حرية الآخرين وتحترم الآخرين وتنظر إليهم بحسن من التقدير والتقدير الذاتي والتقدير الفكري والتقدير الوجداني والتقدير الروحاني أنا محتاج أنا كإنسان محتاج أتصالح مع نفسي أنا لو أتصالحت مع نفسي أتصالح مع كل البشر أنا لو صدقت في صلاتي أنا لو صدقت في ذكري أنا لو صدقت في أمانتي أنا لو صدقت في كلمتي أنا لو صدقت في حب لزوجتي. لأولادي. أنا سأكون أسعد إنسان لأن هذا اسمه قانون الرجوع. قانون الرجوع الذي ستخرجه هو الذي يرجع لك. فإذا خرجت قيم جمالية للمجتمع. المجتمع سيرض عليك بقيم جمالية. زي واحد دخل في مغارة. فقال أنا جميل. فالصوت يقوله جميل جميل. فارجع له صوت جميل. هيقول أنا قبيح. برضو الصوت يرجع له. أنا قبيح. قانون الرجوع. إحنا لو كلنا طبقناه على نفسنا. هنبقى أسعد ناس في الأرض. ونبدأ بقى ننشر فكرة الحب والتسامح بيننا وبين بعض. فكرة الحب والتسامح ده أساس في العقيدة. في كل الديانات. الإسلام لما هتم بفكرة التسامح. فشوف بقى يعني دخلها ربي تبارك وتعالى في لفظي جمالي. قال فصفح الصفح الجميل. عظيم. يعني حط تسامح وجمال. مش تسامح فقط. دكتور رضا. أنا هستأذنك بسا أضعك. معلش أنا آسف. حذرك بلوقتي بتقول لي أنك أنت ليك أصدقاء في جميع أنحاء العالم. نعم. كويس. وأمريكا وكذا. نعم. وحذرك جربت الحرية اللي ليها قيود أو الحرية اللي ليها ما تتعداش على حرية الآخرين. نعم. كويس. إيه الفرق ما بينها ما بينهم اللي إحنا بنحاول نقلدهم وما بين حريتنا إحنا هنا في نصر؟ هو الحقيقة الفرق بيننا وبينهم أنه هم فهموا الحرية صح. في جزء كبير. أنا أقول لك حضرتك. وقلت معلش. يعني إيه عيوبنا كمان في حكاة الحرية دي. نعم. نعم. ومذاويةهم وعيوبهم في حريتهم برضا. ما فيش حاجة في أمريكا اسمها بعد انتخاب رئيس جمهورية. إن أنا هعمل انقلاب بعد شهر على رئيس الجمهورية. وقوم جاي رئيس جمهورية تاني. أو عامل عليه انقلاب بعد شهر. هذا خلل. الخلل ده غير موجود في أوروبا تماما. يعني في أمريكا تحديدا. بيجي رئيس جمهورية يستلم ملف. الرئيس اللي فات ناقص عنده 7%. كمله منتق ويبدأ ملفك الجديد. يجي يكمل ملفه الجديد ناقص فيه 15%. فيجي الرئيس المنتخب اللي بعد يكمل 15% ويبدأ ملفه الجديد. إحنا لا. إحنا الخلل اللي حصل عندنا دلوقتي. إنه كل واحد تطق. تطق في دماغه فكرة. حاسس إن فكرته دي هي يعني الفكرة الخلاصة. وإن علما أنا دايما أقول إن كثير من الأفكار. يعني إحنا كان ممكن الصورة دي تبقى أحسن من كده بكتير جدا جدا جدا. النهاردة مثلا حضرتك كموزيع. الحرية هناك. حرية مسؤولة. مفيش حاجة اسمها أنك تقطع طريق. مفيش حاجة هناك اسمها أن أنت توقف عمل في تلفزيون أو كذا. مفيش الكلام ده خالص. أنت حريتك اللي أنت عايز تعملها دي قاطع. أقعد في بيتك. لا مانع. المظاهرة بتاعتك بشكل محترم جدا جدا. وراقي جدا جدا. مفيش حاجة اسمها تكسير. مفيش حاجة كذا. إنما أنا برجع التكسير والكلام ده. لأن الحياة. حريتك خدتنا ناحية السياسة. وأنا مقتنع تماما بالحضرات بتقوله. لكن ما تيجي نتكلم عن الكذب. وعن نميمة. وعن الملوعة. وعن أن أنا أقول حاجة وأنا قصدي حاجة تانية. لأن الحاجات اللي احنا كنا برضو بنعملها في رمضان. بقى بسوريا قبل رمضان. والمفروض أن احنا بعدنا شوية. وقرينا قرآن. وسجدنا لله سبحانه وتعالى. واستغفرنا له. فبنرجع لها تيل. فهو حضرتك طبعا كلامك جميل جدا جدا. بس إحنا عايزين نقول إيه. نقول أن الأساس فينا الثقافة. إحنا لو تثقفنا صح. محدش فينا هيتصادم. لأن الفكرة دي عاملة زي قائد السيارة. الفكرة هي القائد وحضرتك العقل هو دركسيون. والجسم هو العربية. فالفكرة لو كانت صح هيقود. اللي هي القائد. هيقود الدركسيون صح. سيؤدي بالعربية بالسلامة والأمان. واللي معها بقى سلامة وأمان. إنما لو الفكرة غلط. الفكرة دي هيتعامل مع الدركسيون غلط. هيتعامل مع العربية غلط. في النهاية هتكون النتيجة غلط. يبقى أنا المطلوب مني دلوقت. إنت حضرتك. وإحنا جلسين في الجلسة الجميلة دي. المطلوب أن أنتج مسلسلات. تكلمني عن أحمد زويل العالم. إزاي وصل. إزاي زاكر. إزاي صبر. إزاي. 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 وده كنا بنشوفه في الإنتاج الماضي. ودائما فيه خلل بيقدم في الدراما العربية. إن بدام اللي بيتقدم ده عالم يبقى ما بيتحكش. يعني أنا في مرة أنا داخل في تلفزيون المصري. بقى طلع الضور التالت. فبتكلم وبابتسم. فلقيت واحد واقف قال لي سبحان الله ده أنت بتتحك. قلت له. قال لي ده كنت بحسبك متدين. قلت له. أنا بقى له أنا متدين ما أتحكش. ففي بعض المفاهيم المنقوصة عن المتدين. إن المتدين ده مكشر وبيتكلم بشكل. بالعكس المتدين يضحك ويلعب كورة ويهزر ويجري ويتفرج على الحاجات الجميلة في الحياة. فحضرتك أنا معاك إن إحنا لازم يبقى في حياتنا. إذن نتعلم ما نجدبش. أصلا أنا لو تعلمت ما جدبش مش هجدب على نفسي. أنا بقول كلام أنا أول ما بجدب على نفسي. زي ما حضرتك بدأت الحلقة الجميلة وقلت لي إحنا عندنا جوزفريني يعني في شخصياتنا يعني. فإذا أنا لما بعود للعلم. العلم يعني مثلا ما تبقى الثقافتي فقط هي ثقافة ثقافة مسلسلات أو أغاني أو مسرحيات أو كذا. لا يبقى فيه ثقافة علماء. الثقافة دي اللي بييجي بعد كده منها الدراما. فأنا لو تثقفت صح. يعني كان زمان الأستاذ الأستاذ عاطف سالم عاطف سالم لما عمل فيلم جعلوني مجرما قدم فيه الشيخ حسن اللي وقف جنب سلطان. المجتمع قال عليه مجرم بس هو شافه مصدوم. قديه وقف جنبه وسهده. وحايزه يخطيه. يخرجه من محنته. ده كان بينعكس علينا سيكولوجيا وإحنا بنتفرج فبنخرج في الشارع نقلت ده نقف جنب المظلومين نقف جنب المحتاجين نقف جنب الضعفاء لأن ده النموذج اللي تصنع علينا. إحنا محتاجين إن إحنا نعيد ثقافتنا من جديد ونعيد بنعيد إزاي إن أنا أتصالح مع ربنا. أنا لو أتصالحت مع ربنا مش أجزب على حضرتك مش هأزي أختنا. مش مش أخد حاجة مش بتاعتي. مش أقول كلمة لأني حاسس إن ربنا مطلع علي. فالكلمة دي ممكن تجرح مشاعر الإنسان وتجرح عواطف الإنسان وتهدم بيت وتؤذي وتؤذي إنسانة في البيت. إزاي أتعلم إن أنا أحترم الست اللي في البيت دي. ونبدأ نعمل عودة الرجل العاطفي من جديد. الرجل اللي بيحب زوجته اللي بيحب أولاده. طب أنا عايز أرحب ركسه إيه لو صمحت. هو زي ما كنا من الكلمة نقول له في رمضان عادةً بيكون عندنا مواصفات خاصة كده بنطلع كل حاجة كويسة وبنستقبل كل حاجة كويسة. هل الرجوع للمعصيات أو الرجوع لكل حاجة قبيحة زي ما حضرتك بتقول دي بتبقى نية جوانا يعني أنا ببقى مقرس نفسي في شهر رمضان أنا هقدي واجباتي بشكل معين وهعمل حاجات كويسة هدي هيبقى عندي عطاء هيبقى عندي تسامح مش هبقى عصبي كل الحاجات اللي بتبقى مواصفات خيرا هو دي تبقى نية من جوانا لا هو اللي ليه 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 رمضان تلاتين يوم واحد في الشهر بنبقى واحد تاني ليه هو حضرتك ربنا يعلق قدرك البيئة لها دور في ده البيئة يعني مثلا حضرتك لما البيئة بتاعتك بتساعدك على الطاعة وعلى قراءة القرآن وعلى أن انتي تكوني أجمل وأشيك وأعظم وأرقى ومجيش مشكلة في بس أنا بقى ثلاثين يوم بعمل حاجة كويسة ليه واحد البيئة بقى هي اصلا أنا لما بكون لي أصدقاء بيساعدوني على طاعة ربنا ويفكروني بتاعة ربنا فكروني بالصدق والأمانة والوفاء والإخلاص والعاعد ويفكروني بالقيم الجمالية في الحياة ويفكروني أن أنا بقى إنسان كويس وكذا المجنوعة دي بتساعدني على كده فأنا ببقى كويس الصديق حاجة مهمة جدا جدا زائد أن أنا لما بحافظ مثلا على الصلاوات في المسجد لا مانع أن تكون أعظم مخرج وانت بتصلي لأن انت بتاخد شحنة نورانية في لقاء ربك تبارك وتعالى بتعمل منك مبدع بتعمل منك رجل زو خيال يعني إيه بتبقى خيالك بقى نوراني يعني فيه خيال بين كذا وفيه خيال نوراني أنت مستلهمه من ربنا تبارك وتعالى اللي بيساعدك على إزاي تبدأ إزاي تخرج مجتمعك من ألامه إزاي تصنع من مجتمعك ده قيم ومبادئ فإحنا فيه دور كبير جدا جدا من الدراما اللي بتتقدم لازم يتقدم فيها حب ربنا ويتقدم فيها الصدق والأمانة أنا عندي صعقة هذا الشهر في رمضان سمعت سباب وألفاظ في داخل بيوتنا لا أصدقها في اللا معقول ويفرضوا على ده ويقول لي ده المعقول أقول له لا أنت اللا معقول أنا المعقول أنا صاحب اللفظ الذي لا يحيد وصاحب اللفظ يقول لي ده يعني انعكاس للمجتمع كان زمان أسازة معد السينما واللي موجودين دلوقتي هيقول لك أنت تعرض المعقول واللا معقول بس اللا معقول لو بزيء ما تقولوش يعني واحد يتمقط ويبسك في وجه راجل أنا أنقل ده في الواقع بتاع الدراما غلط سهي دكتور رضا فعلا والموضوع طويل ومحتاجين إن شاء الله يكون لدينا لقاءات أخرى عشان فيه بوينت كتير أو لقاءات كتيرة جدا مفروضنا هنتكلم فيها عشان توصل معلومة صحة للمجاهد وشكرا حضرت جدا اشتركوا في القناة